اهلا بكم الى النشرة الخاصة بلغة الاشارة من الجزيرة مباشر مصر حصلت الجزيرة على صور حصرية للمنذل الذي استهدف في اغارة بطائرة دون طيار تابعة للجيش بمدينة رفح ما ادى الى مقتل 16 شخصا وتظهر الصور حجم الدمار الذي اصاب منزل المواطن احمد ناصر ابو فريح في نجع شيبانة وقالت مصادر قبلية ان القصف نفذته طائرة دون طيار مصرية وان الضحايا مدنيون بينهم نساء واطفال وشيوخ ومعظمهم من اسرة واحدة من ناحية اخرى افادت مصادر عسكرية بشمال سيناء بان ستة مسلحين تابعين لتنظيم انصار بيت المقدس قتلوا في اشتباكات مع الجيش صباح اليوم اعتقلت قوات الامن عددا من النشطاء والصحفيين من منطقة وسط البلد بشارع محمد محمود استخدمت شرطة الغازة المسيل للدموع والخرتوش لتفريق مجموعات من المتظاهرين كان مجموعات من المتظاهرين قد نظموا تظاهرة لاحياء الذكرى الثالثة لاحداث محمد محمود والتي راح رحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين اقتحمت قوات الامن حرم جامعة الفيوم واطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرتوش على الطلاب وقد فرضت قوات الامن حصارا على جميع بوابات الجامعة وكان الطلاب قد نظموا مسيرات وسلاسل بشرية لاحياء ذكرى احداث محمد محمود وطاف الطلاب ارجاء الحرم الجامعي ورددوا هتافات مطالبة بالافراج عن زملائهم المعتقلين وفي جامعة الازهر بنات اقتحمت قوات الامن مبنى الجامعة واعتقلت اكثر من عشرين طالبة وافقا لشهود عيانه وكانت الطالبات قد نظمنا وقفة احتجاجية امام كلية طب الاسنان تنديدا باقتحام الجامعة امس واعتقال خمس طالبات وسحل اخريات وقد رددت الطالبات هتافات منددة بوزارة الداخلية والقمع الامني ضد الطلاب وكذلك او مطالبين بالافراج عن كافة المعتقلين وفي جامعة مدينة السادات نظم الطلاب وقفة رافضة للانقلاب العسكري واعتضامنا مع الطلاب المعتقلين ورفع الطلاب صورا لزملائهم الشهداء والمعتقلين ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب العسكري ووزارة الداخلية قالت غرفة عمليات انتفاضة السجون الثالثة قالت ان اكثر من 19 الف معتقل بعشرات السجون ومقرات الاحتجاز يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي وذلك ضمن فاعليات الانتفاضة الثالثة والتي انطلقت امس واضفت الغرفة في بيانها الثالث ان عدد الاسر المشاركة في الاضراب التضامني ارتفع الى اكثر من 13 الف اسرى تضامنا مع ذويهم المعتقلين ورصدت غرفة متابعة الانتفاضة استمرار الاستنفار الامنية داخل وحدات ومراكز الشرطة والسجون ومقار الاحتجاز ومنع الزيارة لليوم الثاني على التوالي بالاقسام ومقار الاحتجاز هذا وقد حصلت الجزيرة مباشر مصر على مشاهد فيديو لاحد مقار الاحتجاز بمحافظة المينيا يظهر الاوضاع غير الادمية والتكدس الذي يعيش فيه المعتقلون كما يظهر الفيديو زنزانة تقدر مساحتها بنحو ثلاثة امطار في ثلاثة امطار محبوس فيها ما يزيد على ثلاثين شخصا وتظهر صور ضعف التهوية بالزنزانة اصدر الديوان الملكي السعودي بيانا ناشد فيه العاهل السعودي مصر السعية لانجاح اتفاق الرياضي التكملي والذي تم التوقيع عليه قبل ايام واكد العاهل السعودي ان الظروف والتحديات القائمة تحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا لبدء مرحلة جديدة من الاجماع والتوافق واضاف ان اطراف اتفاق الرياضي التكملي ابدوا حرصا على ان يكون منهيا لكافة اسباب الخلافات الطارئة وان تكون وسائل الاعلام معينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر ختام نشرة الاشارة شكرا لكم